وصل إلى البلاد اليوم الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة في زيارة إلى دولة الإمارات تستمر ثلاثة أياما ترافقه حرمه السيدة الأولى بينغ ليوان وكان في استقبال ضيف البلاد والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجرت لضيف البلاد مراسم استقبالا رسمية في المطار ثم تمت مصافحة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين وخلال استراحة قصيرة أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادتهما بزيارة الرئيس الصيني إلى الدولة متطلعين إلى أن تسهم الزيارة في التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين وأشار سموهما إلى الدور المهم الذي تقوم به الصين في الملفات السياسية والاقتصادية والأقليمية والدولية وركائز التفاهم والتنسيق والتشاور مع دولة الإمارات بما يخدم الأمن والسلام والتنمية في المنطقة والعالم من جانبه أعرب الرئيس الصيني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تجمعها بالصين علاقات ودية ورؤية مشتركة في العديد من القضايا